السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رأينا في الفيديو السابق الذي سيظهر هنا في الأعلى كيف نعرض فيديو على التلفزيون أو على أي شاشة في بلندر اليوم سنجعل هذه الشاشة تبدو أكثر واقعية ربما تريد زاوية إلى هذه الدرجة أو ما شابه لا أدري المهم إذا كنت تريد ذلك فأنت بفيديو صحيح نبدأ مباشرة أولا لايك وسبسكرايب وفعل الجرس لأني أرى أن الكثير من مشاهدي هذه القناة من غير المشتركين كذلك تابعوني على انستغرام الحساب جديد وليس عليه أي متابعين كما ليس فيه الكثير من الصور بالطبع لأنه جديد لأي سؤال أو استفسار ربط الحساب في الاسفل تبدأ أولا بتفعيل النوع Add-on تأتي إلى Preferences Edit Preferences ثم Add-ons تكتب هنا Node ثم تفعيل Node ثم بعد ذلك تبدأ مباشرة Shift-A Texture Voron Oil تأتي به إلى هنا تضغط Ctrl-Shift وتضغط هنا ثم تضغط Ctrl-T فيظهر هذا Ctrl-T ثم تأتي به من Object تجعل الRandom من السفر تأتي إلى هنا وترفع هذا ربما إلى ميتين أو ما شابه نعم في آتي الطريقة سيكون جيد ثم بعد ذلك تأتي Shift-A Color Mix RGB تأتي به إلى هنا تأتي بهذا إلى هنا الفاكث ثم تجعل هذا رمادي تقريبا بشكل كلي ثم بعد ذلك تربطه كذلك من هنا في الإيميشن هنا تقطع هذا بكل تأكيد ثم تضغط Ctrl-Shift وتضغط هنا وحصلت على شاشة حقيقية وواقعية وجميل جدا بإمكانك المبالغة في هذا عن طريق Converter Color Ramp تضع هنا ثم ترفع هذا السواد بعض الشيء نعم الآن صار عندك شيء أشبه بتلفزيون بإمكانك أن ترى الآثر هنا وهو جميل جدا 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 هذا كل شيء لليوم إذا عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب تعليق إن شئت اضغط زر الجرس وشاهد كل هذه الفيديوهات التي تظهر هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته النود ستاب ربما حتى لا تستمع لكل هذه الترثر السابقة إذا أردت أن تنقل هذا فبيعتي الطريقة البسيطة جدا ترجمة نانسي قنقر